معي على السكايب الدكتور أيمن قاسم اختصاصي المناعة والبحوث الطبية من جوهانسبرج دكتور أيمن مساء الخير مساء النور مساء النور لك والمشاهدين الكرام يعني أولا طمني على الحالة العامة في جنوب أفريقيا وما لديك من معلومات حول هذا المتحور الجديد الذي أزعج وأقلق العالم بشكل كبير جدا صراحة الأوضاع في الأعامة السابقة فيها الحذر زي ما أنت بتقول ولكن القلق موجود بنسبة أقل بكثير من ما نسمعه في الإعلام الحذر مطلوب زي ما أنت رددت لكن القلق الفايت من حده غير موجود في جنوب أفريقيا كل اللي حصل في جنوب أفريقيا في الأعامة الفايتة أنه كان فيه عمليات مسحة جينية لعينات تم جمعها من جميع مناطق جنوب أفريقيا وهذه عمليات نشطة يعني بدت مش يعني جديدة ولا كذا لكن هي بدت من زمن طويل من بداية الوباء والعمليات نشطة بالليدرية كبيرة جدا وفي دول كثيرة يمكن حتى في الدول العالم الأول ما عندها نفس الإمكانيات فهي العمليات دي نتجت عن نتائج تشير لوجود سلالة جديدة تختلف في الطفرات الجينية الموجودة عندها بنسبة أكبر من الكان المتوقع مقارنة بالسلالة السابقة اللي هي دلتا ومعروف أن عدد الطفرات هي كانت أكثر من 30 أكثر من ضحفين الطفرات الموجودة في السلالة الدلتا دي عملت يعني إشارة لأنه الآن نحن بدأنا ندعمل مع سلالة جديدة ولكن المعلومات الموجودة حاليا معلومات تعتبر قليلة ما فيها خلاصات قوية والدراسات ليس جارية يعني كل اللي بيحصل الآن هو افتراضات أو تكهنات الاحترازات مستمرة اليوم كان في اجتماع مطول من رئيس الجمهورية مع وزير الصحة ومع اللجنة القومية المسؤولة عن التحكم في وباء الكورونا في جنوب أفريقيا ولكن ما أريد أن أشير إليه أن كل المعلومات الآن التي تريد داولها غير مثبتة والمعلومات التي تشير لأن السلالة هي أكثر انتشارا وأكثر حدة هي كلها توقعات يعني في توقع في أنه ممكن في احتمالية والاحتماليات لا شيء مؤكد لا شيء مؤكد لا شيء مؤكد كما مرر بنفس التجربة في كل السلالات السابقة هناك احتمالية لإعادة الإصابة للذين أصيبوا من قبل لأنه في احتمالية أن الأجسام المضادة والمناعة اللي عندنا من سلالات السابقة احتمال أنها تكون غير كافية لتصدي لهذه السلالة يا دكتور أيمن معلش عفوا يا دكتور أيمن يعني هذا الوافد الجديد المكتشف في جنوب أفريقيا طفرة أم متحور أم سلالة الآن سميت بسلالة وحتى WHO أعطتها النام أوميكرون والسلالة تسميتها مرتبطة بالترقم البيتا دلتا أوميكرون وهي سميت سلالة لعدد الطفرات الجينية الموجودة فيها أكثر بكثير من دلتا هي فيها طفرات جينية كانت موجودة في السلالات السابقة ولكن بالإضافة إلى كده في طفرات جديدة وتطفرات الجديدة فيها ما يؤثر على المكون الخارجي من خلية الفيروس نفسه اللي هو بروتين المكون للجدار الخارجي للفيروس ودي معروفة إنها مسؤولة على الالتصاق الفيروس ويمكن يكون عندها دور في الانتقال والانتشار للنسبة أكبر كل الملاحظة الآن أن هناك زيادة في عدد الحالات اليومية نحن لحد قبل أسبوعين جنوب فريغة لا كانت بسجل أكثر من 100 أو 200 حالة في اليوم في آخر 24 ساعة جنوب فريغة سجلت 2800 حالة جديدة ولكن ليس هناك دليل على أن الحالات الجديدة تحمل السلالة الجديدة أو السلالة الجديدة هي سبب في الحالات الجديدة لم يثبت الربط هذا؟ لم يثبت الربط هذا في مراجعة للإجراءات الاحترازية في احتمال توقع لإغلاق مشدد للدولة في مقبل الأيام حيث يتم تحليل المعلومات والبيانات التي تم جمعها من الفحص والنتائج ومقارنة بالحالات التي تحتاج لرعاية في المستشفى أو الحالات للوفيات هناك حالات وفيات لكن عموما من بداية الوباء جنوب فريغة معروفة بأن الحالات التشفي عالية جدا 94% حتى بالسلالة بتاعة الدلتا دكتور أيمن الوضع في جنوب إفريقيا وبالحالات الوسطة لـ 2000-2500 هل هناك تتبع علمي لأعمار هؤلاء أو إذا كان هؤلاء يعانوا من مشكلة نقص جهاز المناعة هل هناك تحليل لذلك أم أن الوضع مازال أيها سؤال جيد جدا في ملاحظة ولكن ليس هناك معلومة مثبتة هناك ملاحظة أن معظم الحالات الجديدة هي في فئة الشباب ودي ملاحظة ما جديدة حتى مرض علينا في السلالات السابقة بأن الانتشار الأول بيكون في فئة الشباب للمعروف أنهم هم أكثر عرضة وأنهم أكثر تحركا وهذا لا يشير إلى الكثير مقبل الأيام هي هتشير على أنه إذا انتقل الانتشار إلى الأعمار الأكبر سنة أو للفئات الأكثر عرضة للمرض من ناحية ضحف المناعة وكذا هذه هي المعلومات التي يتم إجابتها ولكن ما أريد أن أقوله جنوب فريغيا ملتزم بالإحتراز ولكن ليس هناك خوف زائد عن حده طيب دكتور راهمن هل هناك إجراءات احترازية إضافية لما تم كشفه من سلالة جديدة أم أن الوضع الاحترازي أو الإجراءات العادية جنوب فريغيا كان عندها نظام الناشنال لوكداون موزع لمراحل أقصى إجراءات احترازية كانت لوكداون ليفل فايف وأقلها ليفل وان لحد الآن لحد اللحظة اللي أنا بتكلم معك فيها جنوب فريغيا في ليفل وان اللي هي لقدان بسيط جدا فيه الاحترازات العادية لكمامات والتعقيم في الماكن العامة وكذا ولكن ما فيه أي إجراءات مشددة الاجتماع الجاري الآن هو اجتماع مطول جدا جدا متوقع أنه يكون فيه إعلان لإحترازات جديدة وأنه جنوب فريغيا ممكن تدخل في حالة بتاعات إغلاق لمراحل غير المرحلة اللي احنا موجودين في يدي لكن ما معروف لحد الآن لم يتم إعلان أي احترازات جديدة طب دكتور أيمان يعني هل هناك تفسير لحالة القلق والهلع التي أصابت العالم ويبدأوا يغلقوا كل ما هو صادر أو ورد من جنوب إفريقيا يعني هناك تصريح من جنوب إفريقيا أنه يعني نحن لدينا علماء استطاعوا كشف هذه السلالة فمن ثم نستحق الإشادة وليس الواصم يعني أكيد أكيد كل يتحدث من منطلقه جنوب إفريقيا بتتحدث عن أن العلم الجيد لا يمكن معاقبته لأن جنوب إفريقيا تتعامل بشفافية عالية جدا وده هو مطلوب نحن في نحن ما ننسي أنه حتى الآن موجودين داخل الوبرع عالمي وهو مستمر طالما هناك الوباء مستمر وطالما هناك انتشار في الحالات حتى يعني بنسب مختلفة من بقاع العالم ولكن المعلومة المهمة الناس مفروض تكون متأكدة منها أنه في أبحاث جارية والأبحاث يعني بتتعامل مع الواقع نحن ده ما أول سلالة نمر عليها هذه سلالة نمبر فايف وبالنسبة لنا الحالة المهمة جدا هي اللقاحات التخوف الآن هو أنه ما مدى كفاءة اللقاحات ضد السلالة الجديدة وهذا ما يتم الآن الكشف عنه يعني كل الدراسات الجارية الآن دراسات سريعة جدا ولكن ما متوقع أنه النتائج تكون في الأيام المقبلة ومتوقع أنها تأخذ أسابيع لأن الخوف الأشد هو ما مدى كفاءة اللقاحات ضد هذه السلالة الجديدة وبالمقابل معظم الشركات المنتجة للقاحات تعمل جاهدة في أن تعمل تعديل لو في حوجة يعني لحد الآن ما ثبتت أن هناك حوجة في تعديل تركيبة اللقاحات ولكن يحضرون نفسهم إذا كانت هناك حوجة سيتم احتبارها وسيتم تجديد اللقاحات ترجمة نانسي قنقر